نروح بقى الملف الاهلي يلا نروح لملف الاهلي طبعا النادي الاهلي اكيد الفريق الاول لكرة القدم بيستعد للقاء الجونة اللي حيحصل او اللي حيتم بكرة ان شاء الله على استاذ خالد بشارة في الغرداء النهاردة في تمرين امبارح كمان كان فيه تمرين طبعا المباراة هي مؤجلة من الجولة التسعة في بطولة الدولة الممتاز امبارح قبل انطلاق تمرين الفريق عقد ريكاردو سوارتش محاضرة بالفيديو مع اللعيبة اتكلم معهم من خلالها عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بلقاءهم امام الجونة وبعد انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قبل ما يشاركوا في تدريبات الكرة طبعا بالاضافة لتدريبات استشفائية للتخلص من حالة الاجهاد العضلي كمان واصل احمد عبدالقادر تنفيذ برنامجه التأهيلي اكيد تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم وان شاء الله نستمتع بكرة باذن الله بلقاء قوي ومباراة قوية ونتيجة مرضية لكل جمهير النادي الاهل